مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مشاهدين الكرام في قناتكم كود زكريا ليسي لتعليم السياقة ومرحبا بكم في هذه السلسلة رقم واحد من امتحان نظري لخصة السياقة سلفباء قبل ما نبدأو اشتركوا معنا في القناة وفعلوا الجرس باش وصلكم الجديد واي اقتراح للقناة او اي ملاحظة خلنا تعليق ديكم نبدأو على بركتي الله انا على المسار جيد باش نمشي المطار جواب واحد السبتة جواب جوج التطوان جواب ثلاثة جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد جوج بالنسبة كنشوف العلام اللي قدامي انني قربت المنتقى دي الطرق اللي لشكل مادار وهذا المنتقى الطرق اللي لشكل مادار انا في الطريقة هذي طريق دي تجاه واحد لاحظة معي على المنطقة اليسار كان لك الخط نتاصل كان نفهم بلاي هذه الطريقة دي اتجاه واحد يعني لدنا جوج مسالك ونحن ما شکو عدنا وجوج مسالك وقدامنا واحد من تشاكل الطرق اللي علي شكل مادار كان فرقوا هذي الجوج مسالك يعني كننا وخذو المسلك اللي اللي يدينا اليمن الي wood ELstrom لش دينا المسلك لدينا اليمند عندنا الحق اننا ننظر يضع اليمند ونب셔و القدام ولاخدنا المسلك اللي لدينا اليسار او نلحق أننا نبدأ عن اللاسر او نفعل نص دور لاحظوا معيدة فسين العلامة فعلى حدنا الذي أد makeup سوف نذهب من المهWill والذż سوف يمكنهاyr الكلون على العادية وعلى المذيق وذاкий سوف يبدأ الت Goran و هذه النص دورة هي ، أن اننا سوف نفعل نص دورة كاملة في المهدر وستماعي أن لم يكننا نرح على Blaster لكن لكن هذه أنها مثلنا فرقهم لعليمان ونيشان إذا كنت ترى على الهدف لأسر تضير نصف دورة هنا لا تعرفين عن الهدف لأسر لا تعرفين عن الهدف لأسر لأنه يجب أن تكون شاد المسلك لعليمان يمكن أن نستعمل أضواء الضبابة في النهار مني تكون شتا كثيرة جواب واحد في النهار مني تكون ضبابة جواب جوج في النهار مني يكون تلج جواب ثلاثة في الليل مني تكون ضبابة جواب أربعة الجواب صحيفة السؤال هو رقم جوج تلاتة أربعة بالنسبة لأضواء الضبابة للخلف وكتش كنتستعملوه كنتستعملو ميك تكون الضبابة والتلج والعجاج وضوء الضبابة دي القدام كتش كنتستعملوه ميك تكون شتا والضبابة والتلج والعجاج بربعة يعني حاولوا تتجلو هاد المعلومات هادو بربعة ضبابة القدام كنتستعملوه في الشتا في الضبابة والتلج والعجاج لكن ضوء ضبابة الخلف كنتستعملوه ميك تكون ضبابة والتلج والعجاج يعني حيدنا غي الشتا والذي حيدنا رقم واحد جاوبنا على الضبابة والتج والضبابة يكون النهار او يكون الليل بحل بحل لك شبش جاوبنا بجوج ثلاثة اربعة نقوم بالفرمالة بقوة نعم جواب واحد لا جواب جوج ندور المقود ليمن نعم جواب ثلاثة لا جواب اربعة الجواب صحيفة السؤال هو رقم جوج اربعة بالنسبة للسؤال لول عشي جاوبنا بجوج لان احنا حافظين نظريا باللي دائما ودفع الفرمالة بقوة والاضجات بجوج نضغط على الفراميل ثم نبحث مرات كثيرة pers�alsichث لانرك بعدها لا نعرض الفرمالة بقوة لانينибо بحكمية الجواب والاستثمانه لج taneها حافظة السؤال ليمن يعني بحكمية الكواب والسؤاله soy هذا الأمر بجوج نرف كما نقوم بنض Nine اضغط على الفراميل مرات كثيرة من العزل المالية ذكذا었 تحت الحديد على المقود ليسوا بالليمون على الليسر. وهنا كتكون اقل الاضرار. نبلي طرع طرع. ولكن في هذه الحالة هذه انك تشوف في حالة الحادثة هذا كيفما بغيكون هات الحادثة. قشي حد قدامك فاجئك. هو شو كتدك. تضغط على الفرامي مرات كثيرة متولية. يعني كتبوم بالفران. تضغط المرة اللولو وتزرج لك. وتعود الضغط المرة الثانية. يعني كتضغط على الفرامي مرات كثيرة متولية. نقوم بفرام القوة كنت فادوها. باش إذا أردت الدور الليمن أو الدورة الليسر ستسبب مشاكل أخرى هو أنك تضغط على الفرن مرة كثيرة متوالية وتشد الماء قوات بإحكام وتبقى دينيشان يقدر هو يرجع يقدر هناك تكون أقل أدرار دول المفهم هذه الحالة هذه هو أنك نخرجه بأقل أدرار بالنسبة لأن ننظر على الليمن أو ننظر على الليسر أنا أدخلت إلى الليمن أو الليسر سأدخل في الربيع وهنا سأتولي الحادث عنده أدرار كبيرة هذا ما يجبنا برقم الجوج 4 كنمشي بسرعة 120 كم في الساعة كنحافظ على مسافة أمان كافية نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيح في السؤال هو رقم واحد إحنا قديم 120 كم في الساعة والجوزة ما كنشتها الجوزة مزيان هنان مسافة الأمان أشكا نديرو ليه كنشدو العدد العشاري يعني كنحيدو السفر وكيبقى ليه 12 12 كم في الساعة دائما بسافة الأمان كنشدو العدد العشاري وكيبقى في الساعة 12 كم في الساعة سأعطينا 72 لكن هذا باش نعرف كافية أو ما كافية كمشو الخطة اللي علينا اليمن الخط الكبير فيه 20 متر ومبيل الخط الخط 26 متر يعني لو حتيك أتلقى الخط الول 1 جوج 3 هدوك 3.60 متر والفارغات مجوج 12 عاد واحد الفارغ قدامك وعاد واحد الخط متليفين هذا كافية بينه هذه الشحينة كنتمشي بسرعة 100 كم في الساعة يمكن ينتابع عملية التجاوز نعم جواب واحد لا جواب جوج الجواب صحيفة السؤال هو رقم جوج انه طريق الساعة ما هو واحد شو اللي حده شكرا من المحادة و أحددها في 200 كم في الساعة محدودة السرعة في 100 كمط في الساعة قل لك هات الشاحنة اللي قدامك هات الشاحنة كانت بشي بسرعة 100 كمط في الساعة إلا بغيتي تجاوزها شخصك تدير ختمين شخصك تكتر منها يعني عقلت بشي بمية وعشرة مية وسبعة مية وثمانية مية وعشرة باش تضوبها يعني واش انت عندك الحق التجاوز إلا إلا تجاوزها غدخل في مخالفة ديلة السرعة الطريق غد يتصبح في التجاهين من عند العلامة جواب واحد خمسين مترو من بعد العلامة جواب جوج مية مترو من بعد العلامة جواب ثلاثة مية وخمسين مترو من بعد العلامة جواب ربعة الجواب صحيفة السؤال هو رقم واحد بالنسبة هات العلامة اللي فيها سير فتجاهين هذي علامة الخطر بحال مؤقتة بحال دائمة يعني انها ضروب سيفة عامة هذو علامة الخطر احنا علامة الخطر عدنا قاعدة كجول إلا لقيش العلامة الخطر داخل المدينة يطبق على بعد 50 متر وجدت هذه العلامات الخاطر خارج مدينة يطبق على بعد 150 متر لكن هذه الإلامات للخاطر إي آ oat و barcode 150 متر خارج مدينة لكن هذي كتبق ابتداء من العلامة وكتسمى علامة وضع يعني السير يصبح تجاه من دابة من عند العلامة دكشبه جوابنا برقم واحد عند الملتقى الطرق الجاي غادي تكون عندي أسبقية المرور نعم جواب واحد لا جواب جوج الجواب صحيح في السؤال هو رقم جوج لاحظ معي يحدا بحنا غادي نقربنا للملتقى الطرق اللي على شكل مادار علامة المادار هي التي تزرق في هلا فلاش قدامنا لكن العايد الألolesome كان علامة لمثلات مقلوب لذلك اسم على إعطاء حق الأسبقية كوننا نعرف أن هذه المثلات س Advis one لم يتبقى في طرق كتب في الشكل زائد أو على شكل T أو على شكل X كان عندي الأسبقية لليمين واليسر لكن هذي للثالث ماثلات دائما مع المادار كذلك ماثلات śmざائد هذا المادار قلت فقط that кр GI toС فقط لحيث ليمن أسلامك Regular يمكنك الدخول للمعضر عندك القوليمن في هذه الحالة هاد الموثلات سنعطوه الأسباقية للياسر فقط قال لك عن مرتقة الطرق الجاي كي هادروا على هاده اللي جاي ستكون عندي أسباقية لا أسباقية للمورا لا هاد أسباقية لما ستكون الأسباقية للياسر فقط ما سموح لي نمشي بسرعة 120 كمم في الساعة نعم جواب واحد لا جواب جوج يستحسن نقص من السرعة نعم جواب ثلاثة لا جواب ربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد ثلاثة السؤال واش قال لك قال لك مسبوح لي نمشي بسرعة 120 كمم في الساعة نحن في طريق سيار باش عرفتها العلامة اللي قدامي اللي هي زرقة حيط على الطريق السيار كنت تعرفوا بلايك الزرق نصف ممكن تعرفوش بالخط اللي هو متصل على يدك ليسر لا هادك الخط اللي على يدك ليسر اللي كي يكون متصل هادك يعني على الطريق دو تيجاه واحد راكات دي وما كان نجيبش يعني باش نعرف الطريق السيار كنعرفي اما بالعلامة الزرق او انه كنقوله ولكن في السؤال كي تشترح لي انا في طريق سيار هدو موجود اشياء اللي نقدر نعرفه انا طريق سيار الباقية ما كيتابه اش طريق سيار جاوبنا برقم واحد يعني مسبوح لي نمشي لكن يستحسن نقسم السرعة لكي نبنعه حيث كنشوفو هاده بحل الشكل الجهاز مخراطي الشكل اللي في الحمار والبيض كذلك يعني على الرياح جانبية و الرياح جانبية قوية اللي قد يدل اليمين هناك يستحسن نقسم السرعة باش ما يقعش لك الموجكة حيث هو لاحظوا معي في حد المسألة كل ما يجري في السرعة كبيرة كل ما يجري في السرعة كبيرة كن نقسم السرعة باش العربة تشد شوية يكون الحتيكة كبيرة العجلة لما الارض يكون قوي نكشي باش جاوبنا بواحد ثلاثة مسبوح لهذا الطفل يمشي وسط الطريق نعم جاوب واحد لا جواب جوج باش نقوم بتجاوز دياله نستعمل باشيات تغيير تجاه ديال ليسر نعم جواب ثلاثة لا جواب ربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج ثلاثة نسمى السؤال الأول بسيط مسموح لهذا الطفل يمشي وسط الطريق لا هذا حاجة طبيعية لكي تقوم بتجاوز دياله لا ضروري تخدم مؤشية تغيير تجاه ديال ليسر اللي هو الوامد اللي هو السينيال تخدم السينيال باش تجاوزه علاش لانك انت ميغا تبغي تجاوزه تخليه بعض الامطار اللي غتخلي اللي احنا هدروع عليها في سؤال تاني ونهضر علاش حالي تخلي بينكوبينو يعني تخلي واحد الامطار بينكوبينو هناك تسمى دي ازا حد العربة يعني مشيتي من بلاسة لبلاسة اخصك تدير مؤشية تغير تجاه باش الناس اللي جايين مورك يارفوك انك انت بغي تجاوز باش نتجاوز اصحاب الدراجات ملواجب علي نخلي مسافة جانبية ما كتقلش على نصف مترو جواب واحد واحد مترو جواب جوج واحد فاصلة خمسة مترو جواب ثلاثة جوج مترو جواب أربعة الجواب صحيفة السؤال هو رقم جوج بالنسبة لحنا هدروع للقاعدة بصفة عامة دي التجاوز يلا غتجاوز واحد الراجل او دراجة اصحاب الدراجة بحل الراجل بحل اصحاب الدراجات داخل تجمع السكني كتخلي مترو وخارج تجمع السكني كتخلي مترو هادشي تجاوز يعني انت من مورا بغيت تجاوزه لكن تلا بغيت تقابل انت وياه كتتقابل يعني ذكره لك في السؤال انا قليك باش نتجاوز يلا قليك باش نتقابل يلا غنتقابل مع الراجل او الدراجات الهوائية كنخلي بينو وبينو جوج متر يعني كان فرق ما بينتقابل والتجاوز نعود حاولت سجلتش يلا بغيت نتجاوز كنخلي بابينو بالدراجات داخل تجمع السكني مترو خارج تجمع السكني مترونس ماشي داخل المدينة وخارج المدينة هذا خطأ يعني كنقول داخل تجمع السكني وخارج تجمع السكني وداخل تجمع السكني يكفي انك يبلك واحد المجمع السكني ولو في غيجوش ديور كي اجتبر داخل تجمع السكني كنخلي مترو خارج تجمع السكني كنخلي مترونس لكن اثناء التقابل وبغيت تقابل مع دراجل او الدراجات كتخلي جوج مترو هاتشي كامل في ايطار دي الاسئلة اللي هما نظرية وانتك تحفظ بعض دروس النظرية لا غير يعني رمشي زمان قانون انا قتخلي متر او مترونس لكن هناك قواعد خسل تسمو بها باش نجوبها لجميل اجوبة دينا عندي لك واحدة ملاحظة في السؤال هذا حناش نقولنا باش نتجاوز هاد الهد الراجل اش حخص نخلي بينه وبينه مترون كن مأكدينه موكش مركز يوم الامتحان انا غتجوب ليه برقب واحد لا من نفسه غي ايطار عليك لان غل الضغط الامتحان ودك شيء غتجوب برا يعني مترو في كينة كينة في رقم جوج راها دويك تسمى السهل ممتنين انت غايبان لك اتقول مترو رايا وغنجوب رقم واحد اطواماتيك مو غي يمشي راسك مع غتجوز بمترو غابشي تجاوز برقم واحد فالاخرارات الاخطاء عندك كتيرا